أهلا بكم كعادته كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان تحدث قداسة البابا فرنسيس عن زيارته الرسولية الأخيرة لموزنبيق ومدغشقر وجمهورية موريشيوس ودعوته للمسؤولين والشباب في تلك البلدان للعمل معا من أجل الخير العام وقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأبو الأقدس أيها الإخوة والأخوات الأعزاء لقد عدت مساء أمس من الزيارة الرسولية إلى موزنبيق ومدغشقر وجمهورية موريشيوس أشكر الله الذي سمح لي بأن أقوم بهذه الرحلة كحج سلام ورجاء وأجدد التعبير عن امتناني لسلطات هذه البلدان في موزنبيق ذهبت لأنشر بذار الرجاء والسلام والمصالحة في أرض تألمت كثيرا في الماضي بسبب نزاع مسلح طويل وقد شجعت في هذا الصياغ سلطات البلاد على العمل معا من أجل الخير العام كذلك شجعت الشباب لكي يبنوا البلاد ويتخطوا الاستسلام والقلق وينشروا الصداقة الاجتماعية ويغتنوا من تقاليد المسنين في كاتدرائية مابوتو المكرسة للعذراء سيدة الحبل بلادنس التقيت بالأساقف والكهن والأشخاص المكرسين واقترحت عليهم دربا ناصرة درب النعم السخية لله في الذكرى الممتن لدعوتهم ولبداياتها من مابوتو انتقلنا إلى أنتنان الريفو عاصمة مدغشقر بلد غني بالجمال والموارد الطبيعية ولكنه مطبوع بفقر كبير لقد تمنيت أن يتمكن شعب مدغشقر إذ يحركه روح التضامن التقليدي من أن يتخطى الصعوبات ويبني مستقبل نمو إذ يقرن احترام البيئة بالعدالة الاجتماعية كعلامة نبوية في هذا الصياق زرت مدينة الصداقة التي أسسها أحد المرسلين الأب بيدرو أوبيكا هناك يسعى الأشخاص ليجمع بين العمل والكرامة والعناية بالأشد فقرا وتعليم الأطفال كذلك عشت مع الشباب عشية غنية بالشهادات والأنشيد والرقص وشجعتهم لكي يسيروا على الدوام ويجيب بسخاء على الله الذي يدعون بأسمائنا ويوكل إلينا رسالة وثقين على الدوام بأنه حي وبأنه معنا أما الاثنين الماضي فقد كرس للزيارة إلى جمهورية موريشيوس مكان الإدماج بين إثنيات وثقافات مختلفة حيث احتفلنا بالقداس الإلهي عند نصب مريم ملكة السلام في ذكرى التباوي جاك ديزيري لافال والمعروف برسول الوحدة في موريشيوس بعدها وفي اللقاء مع سلطات الجمهورية عبرت عن تقديري لالتزام تناغم الاختلافات في مشروع مشترك وشجعت على السير قدما في القدرة على الاستقبال وفي مشهود الحفاظ على الحياة الديمقراطية وتنميتها أيها الإخوة والأخوات الأعزاء لنرفع الشكر إلى الله ولنطلب منه أن تحمل البذارة التي زرعت في هذه الزيارة الرسولية ثماراً وافرة لشعوب موزنبيق ومدغشقر وجمهورية موريشيوس موسيقى della Giuventù Mariana, nel venticicuessimo anniversario di Fondazione, accompagnato dal besovo di quel Monsignor Michel Aoun. Cari fratelli e sorelle, cercate di crescere in amicizia anche con coloro che la pensano diversamente, in modo che la solidarietà cresce tra di voi e diventi l'arma migliore per trasformare la storia. Signore di Benedica Urachibu بالحجاج الناطقين باللغة العربية, وخاصة بمجموعة أخوية شبيبة العذراء, في الذكرى الخامسة والعشرين على تأسيسها, يرافقها أسكف جبail المطران Michel Aoun. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء, اسعوا لكي تنموا في الصداقة حتى مع الذين يفكرون بطريقة مختلفة عنكم. لكي ينمو التضامن بينكم ويصبح السلاح الأفضل لتغيير التاريخ. ليبارككم الرب.